سلطة شوفوا فينا رحنا مغبونين صلوا فينا أثاث مترملة طراف شوارع تملأها الأوحال أسوار مهدمة وأخرى آيلة للسقوط في أي لحظة الصورة أبلغ هنا بحي تمهديد شارع النخيلة نعم أجلس من عند الله بالصحة أخويا رحنا نشوف أعمال خيريا صحاب المسؤولين ما كانش مجانا والي مجانا حتى واحد في المسؤولين من غير الحماية المدنية إحنا ما زرحنا مغروقين محتى واحد ما هتم بينا إحنا مبتو إحنا برا من تمشي البرج قولك أنا ما عندي شي وين بيتك إحنا رحنا مبتو عساسين لقشنا هنا الإعانات كثيرة وبالصح بيش الحي نتعنا تمهدي ملحقه السكان هنا بحي تمهديد شارع النخيل يطالبون بالاستعجال في تطبيق الحلول رافضين اكتفاء المعليين بتسجيل أسمائهم كمتضررين على الأوراقة المسؤولين لا تسمعون رحنا بيدون مأوى رحنا مضمرين شوفوا الناحل سهلوا علينا تمسؤول ما جانا من الزمان محقوق طور طول نحنا في صلافيل أقدم حي صلافيل هذا هو تمسؤول ما جانا نطلبوا غير اهتمام بارك شوية نحنا شرادين باش نطلبوا نحنا بغينا يعاني يعاونينا في هاد اللحظة اللي نحن محط مين ونبعد ندبروا على رسالنا بعد مرور ثماني أيام من الفيضانات ينتظر سكان حي تمهديد شارع النخيل بالتفاتة حقيقية وعاجلة من قبل السلطات المحلية المعنية فالوضع لا يحتمل التأجيل خاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر